ألف مليون مبروك لله يبارك فيك يا حبيب مبروك إن شاء الله على كل جماعير النادي الأهلي وإن شاء الله من حسن إلى أحسن إن شاء الله علي معلول من أحسن اللعيبة اللي جات في تاريخ الأهلي بدون مبالغة مش لاعب جي فترة ومشي لا ده لعب مؤثر على مدار ست سنين النهاردة مباراة صعبة وظروف صعبة بالتالي أنت من أحد كباتن النادي الأهلي يعتبر دورك مع اللعيبة كان إيه وخصوص إن أنت برضو جاي من مرحلة كان فيها إيجاد كبير مع منتخب التونسي في بطولة الأم الأفريقية لا الحمد لله ورغم الصعوبات ورغم الغيابات البارزة اللي عنها لكن النادي الأهلي تعود وعودنا إنه نكون بمنح ضر الحمد لله اليوم شخصية النادي الأهلي وروح النادي الأهلي خلتنا نتعدى نتعدى كل الصعوبات وننتصروا في مقابلة اللي ممكن الناس كل كانت متوقعاً وفريق المكسيكي هلو بشي تأهل لكن الحمد للشخصيتنا اليوم خلتنا ننتصروا ونقدموا مقابلة بطولية بالرغم الغيابات الكل وإن شاء الله لدور النص النهائي مع رجوع اللاعبين الدوليين إن شاء الله نكونوا أحسن وأقوى إن شاء الله طب مننا عليك إلينا عليك شوية بعد المطشة ما خلص وكجاز طب بنزل إيه الأخبار في إيه؟ لا أقوى حسيت شوية بدوخة وتعرف بعض الكورونا لا بعض الكورونا والحاجات اللي باقية من الكورونا لكن الحمد لله توا لا بيقص الحمد لله أقول لك إيه أنت محظوظ أقوى بحب الجمهور الأهلي إيه إيه الكيميا اللي ما بينك وبين الجمهور الجمهور طول المطش كل ما علي معلول يروح يلعب راكرا ركنية أو يقرب من عند الجماهير تحية كبيرة جداً الحمد لله الحمد لله الحمد لله بسر العلاقة دي إيه يعني طبعاً نجم كبير وتتقالك دايماً مع الأهلي وحب كبير من الجمهور لكن أولايا لما بنلاقي فيه ألف جمدة جداً ما بين الجماهير ولاعب حتى لو لاب أجنبي تحديداً أنت مش أجنبي أنت مصري دلوقتي بس في نفس الوقت علاقة مميزة جداً بينكم ونجم أمور الأهلي تحب تقول لهم إيه؟ أنا نتشرف أن نكون من عائلة النادي الأهلي لكن أنا التونسي قبل ما نكون مصري لكن الحمد لله أنه الكيميا الموجودة مع جماهير النادي الأهلي هم ممكن يشوفوا أنه علي معلول يقدم فيه أداء به وأنا أن نكون لهم كل الاحترام والمحبة وإن شاء الله العلاقة هذه الدوم أطول إن شاء الله مليون تحية لتونس اللي جابت لنا علي معلول حبيب ربنا خليك الله يبرك مستمرين معكم بعد قليل حيكون معنا بعض اللقاءات الأخرى